كل واحد فينا بيكون عنده تقوص في العيد يوم الوقفة والثلاثة يام بتوى العيد دي تقوص يعني من وإحنا صغيرين بنعملها وبنحاول قدر الإنكان إحنا نحافظ عليها أو إن إحنا نفضل نعملها عشان نسترجع الذكريات نفتكر لما كنا في سنوي مثلاً لما الكلية بعد الكلية كنا بنخرج إزاي؟ كنا بنروح فين؟ فنفس الأماكن بنحاول إن إحنا نخليها طقس عندنا وعادة سنوية مع كل عيد نخرج في نفس المكان حتى شلة الصحاب اللي نكون موجودين معاهم بنحاول إن إحنا نحافظ عليهم عشان نفضل نسترجع كنا بنعمل إيه زمان إحنا صغيرين سؤال حلقتنا النهاردة بيقول قضيتوا العيد فين؟ وإزاي؟ وخرجتوا روحتوا فين؟ مع القلم إن إحنا لسه النهاردة عيد نهار 3 يوم العيد يقدر يروح نبدأ مع جمانة نشوف قضيت العيد فين؟ الله يشاز لي الحياة يعني أنا ما بعد الشغل مهو ما فيش ما بعد الشغل أو يبسها أقول لك على حاجانين نبارح مثلا إحنا عيدنا مع بعض منا زمانتنا العزيزة منا جابت لنا أكل وبصرنا كلنا مع بعض آه رنجة آه يعني ما حبيتش أقول لنا رنجة طبعا لازم نعيد آه بصراحة يعني هي جابت لنا العيد الحقيقة بعد كده طبعا روحتم الشغل لما كانش فيه وقت قوي أن أنا عامل حاجة تانية يعني كان يدوب بس كان عندنا زرنا بعض كده أفراد العيلة فقعدنا في البيت كده شوية بس خلاص واجهت النهاردة بعيد معاكم النهاردة ربا من عيد مع السادب مشاهدين فيه أحلى من كده عيد طبعا لأ طبعا وبعدين وانت تتكلمي على الرنجة الرنجة برضو من طقوس العيد عندنا يعني احنا عشان ملحقناش شام النسيم عشان كونا صايمين وفي نفس الوقت احنا بالنسبة لنا في العيد عايزين نخرج بقى من الأكل بتاع رمضان نفسنا ناكل أصلا حاجة حدقة لكن بسبب الصيام والعطش وكده فنبتنكلش رنجة فبنيجي في العيد ده معروف أنه عيد الرنجة والفسيخ فاحنا فعلا عيدنا كده مبارح أنا بالنسبة لي عندي مثلا من زمان من أيام الكلية مثلا وأنا يا إما مع صحابي في البلد عندنا أو في اسكندرية فإما يوم كده أو يوم كده وقفة كده ووقفة كده فهمة فبحاول قدر الإمكاننا نحافظ على دلان طبعا احنا بروح اسكندرية بقى الفسح والخرجات فكرة أنتك تتمشى بس على الكورنيش ومن وقفة هناك في اسكندرية ده حاجة تانية حتى لو مش هتطلت في مكان طبعا اسكندرية يعني ملهاش زي في كل أوقات السنة على فكرة صيف الشطة في المناسبات في كل أوقات اسكندرية حاجة تانية الأكل هناك طعمه مختلف الهوى هناك ريحة مختلفة الحلويات هناك والأكل والحاجات الحلوة اللي هي بعد الأكل بقى يعني وحنا نتكلم براحي شازلي ده العيد بالنسبة لك هو أنت قضيته أكل يعني الأشخاص تتغير عيدت بدري قبل العيد بعشر تيام تقريبا ترقى أشخاص بتتغير عليه بس الأكل سهل أنا سهل الدنيا بتروح وتيجي وانا سهل محافظ على العداد بتاعتك كلت كحكة كمان مبارح سعلا اه طبعا خلصنا الرجا كلت كحكة طبعا ألف هنة عشان يضيع طعم الرجا بس نرجع تانية الرجا عشان يضيع طعم الكحكة هنفضل بقى ألف هنة يا شازي والله طيب ده سؤال حلقتنا النهاردة عملته ايه في العيد نهاردة تالت أيام العيد تقول لنا وين تكملوا كمان احنا لسه معانا كده كام يوم تانين أجازنا وين تعملوا ايه في ناس كتير سفرت في ناس قررت ان هي تقضي العيد مع أسرتها تقول لنا عملته ايه ده سؤال حلقتنا الموجودة على فيسبوك مستنين إجابات حضراتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة صباح الخير واستعادة على حضراتكم جميعا وكل سنة وانتوا دايما طيبين وصباح الخير يا مصر